بين السطور دايماً بيكمل مع حضراتكم بالخير بس لأن الحكاية تقيلة وصعبة فمحتاجة دايماً طول الوقت نبص بعمق شوية هل تفتكروا أن المشهد في الانتخابات الفرنسية معنيين إحنا كلنا به لأن التغيير اللي بيحصل في العالم بيملي هذا النوع من الشروط طيب مش فرنسا برضو هي اللي وقفت في محاولة تغيير سيناريوهات الإقليم بعد ما افتعلوا حادثة خان شيخون وقررت إنها تستبق تحقيقات وكل حاجة في الدنيا وتقول آه وده تفجير كيميائي وواواواواوا يبقى دايهم منا بس معادلة سوريا بكل التغيير اللي حصل عليها بعد عملية تفجير خان شيخون دي عملة يعني تغيير سريع في السيناريوهات لم ينتهي وضع النقطة اللي تقفل الجملة يعني لم يحسن بعد وأي حد هيطلع يقول لكم كلام غير ده اسمعوا بهدوء ما ينفعش نصدق يعني بعد ما أكادوا إن الحادثة دي مواصفاتها واحد اتنين ثلاثة رجعوا قبلوا يبقى عندنا لجنة يتم تشكيلها من أربع دول علشان تعمل تحقيق حقيقي وموضوعي وتروح للأرض في خان شيخون وتقول لنا ده حادث كيميائي ولا لا وإيه نوعية الغاز اللي تم التعامل به ده كله بيقول إن المعادلة الحقيقية لتغيير أوروبا والتغييرات اللي بتحصل في العالم لها علاقة بين القاتل ارتكاز في الإقليم في الشرق الأوسط يعني اللعبة الأصلية عندنا التجليات في الدفع بنمازج بعينها وشخصيات بعينها تقعد على الكراسي الحاكمة في أوروبا وأمريكا لها علاقة باستيناريوهات اللي بتحصل في الإقليم اللي بقوله ده حقيقة؟ أيوة ده حقيقة طيب خليكم فاكرين إن احنا بين السطور قلنا إن وجود الرئيس المصري هنا هو اللي أزح هيلاري كلينتون هناك وإن اللي مقدرش يفهم وقتها دي كانت مشكلته ولما حاولنا نشرح في الغرف المغلقة حاولنا نقول ونفهد هم حرين دي الرهانات طيب في المتغير الجديد اللي بيحصل بعد قصة خان شيخون وبعد الاستعجالات الكتيرة اللي عملة تحصل من إنجلترا على وجه التحديد لازم ننتبه هل الزيارة المصرية السعودية اللي كانت واحدة من يعني الدعوات اللي قيلت في لحظة زيارة الرئيس السيسي للبيت الأبيض هل المسألة دي لها علاقة بإعادة ترتيبات في الإقليم ما بعد سوريا ولا العلاقة الحقيقية هتكون ما بين سوريا اليمن هنضمن خروج مشرف مقابل تهدئة أوضاع وقبول بملف آخر في سوريا يعني عملية العصة والجزرة مازالت تعمل بشكل كبير جدا واللعبة شغالة بامتياز لكن أداء دولتنا شغال طيب خلوني نروح بالصوت والصورة للمملكة العربية السعودية وننتقل إلى مدير مكتب روزل يوسف في المملكة العربية السعودية صبحي شبانة أستاذ صبحي يعني خليني وأنا بمسي على حضرتك عايزك تنقل لي بعيدا عن يعني الكلمات الإخبارية إيه اللي ممكن نعرفه ونلتقطه من القمة المصرية السعودية أهلا بحضرتك أستاذ أماني وتحياتي لحضرتك ولمشاهديك في مصر وفي العالم العربي وأحب قبل ما أجاوب على كلام حضرتك وأكد أن برنامج بين السطور هو من البرنامج الأعلى مشاهدة في السعودية ومش بين المصريين فقط في السعودية لكن حتى بين العرب والسعودين المكتبين في السعودية لما يحمله لما يحمله بالفعل من عمق وتنوع ووطنية حضرتك الطاغية اللي بتظهر بشكل جالي على البرنامج يعني شكرا جزيلا هبدأ من حضرتك من خان شيخون مع حضرتك من خان شيخون وأنا أعتقد أن هذه نقطة زكية كانت انطلاقة لكلام حضرتك هذه تفجير الكيمياء في خان شيخون هو جزء من المعادلة لتغيير تركيبة المنطقة العربية تمام لقاء اليوم بين السيسي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي غير المعادلة في العالم 30 يونيو أحدثت هزة في العالم أشبه بالزلزال بالفعل لا زال الغرب حتى الآن يعني يتعامل مع هذا الزلزال بشكل يعني لم يتصور أن المصر مصر السيسي تستطيع أن تستعيد دورها وتستعيد المنطقة من جديد وتضع مصر في قلب العالم وليس في قلب العالم العربي بفضل 30 يونيو وبفضل خروج الشعب المصري على الإخوان في 30 يونيو قمة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم هي قمة تاريخية بكل المقاييس تستطيع أن تقول عنها أنها منعطف تاريخي بين يوم 21 أبريل يعني ما قبل يوم 22 أبريل لواليوم وما بعده هذه هي قمة ترتيب أوراق المنطقة ترتيب أوضاع المنطقة هي قمة عودة مصر إلى ريادة وقيادة العالم العربي من جديد باعتراف الجميع في منطقتنا الإقليمية أو حتى في العالم عادت مصر إلى عرشها عادت مصر إلى تقود العالم العربي عادت مصر الآن بالتفاهم مع المملكة العربية السعودية اللي هم أكبر دولتين عربيتين ليكون في مقدمة الدول التي تكافح الإرهاب وتلجم قطر وتركيا وتواجه كل الدول وهذا ما لم يتم نشره في الإعلام حتى الآن هذا تم منقشته اليوم هذا تم منقشته اليوم هذا تم منقشته اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان لابد من لجم الدول التي تمول إرهاب سواء كانت دول أو حكومات أو منظمات أو جماعات فأنا أعتقد أن هذه نقطة تحول مرة أخرى لسوريا الموقف المصري من سوريا واضح ومحدد وتعلمه السعودية حتى قبل مجيء الملك سلمان والموقف المصري لم يتغير وهو الحفاظ على طراب ووحدة الشعب السوري على الطراب السوري ووحدة الشعب السوري ويطرق بشار الأسد لخيارات شعبه الموقف السعودي كان قد تحرك قبل خان شيخون واقترب من الموقف المصري ثم ابتعد ثانية ثم أنا أزعم اليوم بل أؤكد أنه قد تجاوب كثيرا مع الموقف المصري وأنا أعتقد أن هذه القمة اليوم سوف تضع لبنة جديدة في وقف الحرب السورية والعودة بسوريا إلى كما كانت عليه ولجم الإرهاب وطرد الإرهاب من سوريا الإرهاب اللي هو يعني داعش التي تمثل تهديدا مش لمصر والسعودية بل للعالم كله فأنا أعتقد أن قمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الملك سلمان رغم كل الملفات الكثيرة لكن كان الملف الرئيسي إضافة إلى العلاقات البينية والاستثمارات والعلاقات الاقتصادية وتفعيل الاتفاقيات التي تم توقعها في أبريل من العام الماضي هناك الكثير ما يمكن البناء عليه أنا أعتقد أن المنطقة العربية سوف تشهد حيوية إنجاز القول سوف تجدين الأوضاع أكثر هدوءا في ليبيا سوف تجدينها في اليمن أنا أعتقد أن اليوم نستطيع أن نقول على الحرب أن تدع أوزارها لأن كثيرا حرب الحرب اليمنية دخلت ثلاث سنوات بتعاني منها الشعوب العربية تحول الشعب اليمني إلى شعب من المهجرين أو من اللاجئين كما تحول الشعب السوري إلى شعب من اللاجئين فأنا أعتقد أن العالم العربي الآن مع قمة الملك سليمان والرئيس عبد الفتاح السيسي أعتقد هناك تحول جديد في العالم العربي هناك أفق جديد هناك استراتيجية جديدة هناك آمال جديدة أنا أعتقد تنتظر العمل العربي المشترك يعني أنا بشكر حضرتك أنك خاصتنا بأنه يعني المحور السوري كان حاضرا وربما نشهد مفاجآت في تغير أو عودة من الموقف السعودي للمقاربة مع الرؤية المصرية هل ده هيكون على يعني دور حتقوم به مصر لإنحاء المشهد العسكري في اليمن؟ حضرتك مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة بل وفي العالم القادرة والجديرة بالقيام بهذا الدور مصر كان تدخلها في اليمن تدخلا محدودا وستراتيجيا وهو بشكل أساسي حماية المصالح المصرية في البحر الأحمر وبيب المندب لم يمثل اعتداء على الشعب اليمني فهي هنا تستطيع أن تقوم هذا الدور بشكل يعني بشكل لا تستطيع معه لا يستطيع معه الحسين أو الرئيس اليمني المعزول أن يرفضه فأنا أعتقد أن الموقف المصري هنا سوف يحظى باحترام شديد والدولة المصرية لم تقطع الاتصالات حتى بين كل الأطراف المتناحرة بحثا عن حل وكان الرأي المصري وكان من بداية الحرب وكان لدي ما أستطيع أن أقوله أن الموقف المصري كان واضحا وكان فيه نصحا للمملكة العربية السعودية بضرورة التريس لكن القرار يبدو أنه كان قد اتخذ وأن الحرب سوف تنتهي في بضعة أيام وتم استنزاف الموارد العربية في هذه الحرب التي لا يوجد أفق لحلها إلا من خلال الحل السلمي فأنا أعتقد أن مصر بالفعل قادرة على إنهاء هذه الحرب وطبعا ما في الشك قادرة وأهلة بما تملكه من خيارات عديدة تمام أخيرا البعد الاقتصادي وإعادة تفعيل ما كان تم الاتفاق عليه في قمة القاهرة أثناء زيارة الملك سلمان إلى مصر ولقاءه مع الرئيس المصري الحديث الآن أن هناك تفعيل لـ 19 اتفاقية ربما في المجالات المختلفة الاقتصادية حند حضرتك ما بين سطور هذا التفعيل توقيت أشياء من هذا النوع؟ حضرتك اليوم تم الاتفاق على تفعيل كل ما تم من اتفاقيات سابقة بل مش التفعيل والإصراع في تنفيذ هذه الاتفاقيات العلاقات المصرية السعودية وإن كانت قد تباطأت بدءا من سبتمبر الماضي إلا أنها أنا أتخيل أنها في المستقبل القريب جدا سوف تتجاوز الزمن وسوف يمر القطار للإستثمارات سريعا حضرتك أنت عارفة أن المملكة العربية السعودية هي أكبر مستثمر في مصر هي أكبر مستثمر عربي في مصر يعني السعودية كمان هي بتضم أو أكبر عدد من العمالة المصرية في الخارج العمالة المصرية يناهز عددها في السعودية واحدها 2.5 مليون مصري يعني ما يمثلون أكتر من ربع عدد المصريين في الخارج وهذا يمثل شريان حي ومهم للاقتصاد الوطني للاقتصاد المصري السعودية كمان بتضخ بعيدا عن الاستثمارات أكبر من 20 مليار دولار سنويا في شرائين وموارد الاقتصاد المصري السعودية مهمة جدا لمصر كما أن السعودية أيضا مهمة لمصر الدولتين يا أستاذها حضرتك الدولتين تاريخيا لا تستطيع أن تفصلي العلاقات بينهما ولا يمكن لأحد كان رئيسا أو مالكا هنا أو هناك يعني أن يصنع خلافات بين الدولتين العلاقات متجزرة وراسخة ومتينة حضرتك البحر الأحمر الذي يربط بين الدولتين هو شريان بلون الدم الذي دولت الدم الذي يضم الشعبين على منذ آلاف السنين تمام فأنا أعتقد أن العلاقات المصرية السعودية من الجانب الاقتصادي مهمة جدا وسوف يتزايد الاستثمارات أنا أقول لأ حضرتك حاجة حجم الاستثمارات في السعودية في الفترة الأخيرة حتى في ظل الإشاعات بأن هناك واللغط بشأن العلاقات قد تزايد بشكل جميل أنا أعرف شخصيا عدد كبير من رجال الأعمال السعوديين استثمروا في مصر وآخرهم يعني إحدى الشركات السعودية الكبيرة سوف تبني ثلاث مولات واحد في القاهرة الجديدة واحد في طنطة والآخر في العاصمة الجديدة هناك عدد كبير جدا من الاستثمارات السعودية رجال الأعمال لم يتوقفوا لهنا ولا هناك كما أن الشعبين لم يتوقفوا هنا ولا هناك عند الشائعات التي يوسع الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي العلاقات السعودية المصرية قوية ومتينة وأنا أعتقد أن اليوم تم التفاهم أيضا بوضع آلية لرأب الفتن والشائعات والحد منها ومواجهة هذه الشائعات بشكل حاسم وجزم جميل هي أجندة الزيارة غدا فيها إيه وسريعا حضرتك هو اليوم بعد استقبال الرئيس السيسي في المطار استقباله الملك سلمان وبعض الأمراء ثم توجهوا إلى قصر اليمامة بالديوان الملكي لتناول طعام الغذاء ثم مباحثات كانت مطولة ومستفيدة غدا الرئيس السيسي هيكتمع مع بعض رجال أعمال وهيكتمع برضو سوف يلتقي الملك سلمان ثم يغادر إلى القاهرة تقريبا قبل صلاة الظهر من هنا بشكرك شكرا جزيلا في حدود الساعة 12 يعني بشكرك الأستاذ صبحي شبانة مدير مكتب روز اليوسف في الرياض والحقيقة أوجز لنا الأمر شكرا جزيلا لحضرتك وزي ما قلت الدولتين مهمين لبعض المملكة هي دولة التنزيل ومصر هي دولة الهوية الدينية كلام كتير ما بين السطور ما بين المشهد في القرى العجوز إلى إحياء لأهمية يعني الضراع المصري والسعودي لالتقام سيناريوهات مفتوحة في الإقليم يارب تقدر تكمل بجد هنحاول نتماس معها بما هو متاح بعد الفاصل